استأنف جيش العدو الإسرائيلي أعمال تركيب البلوكات الإسمنتية في المنطقة المتنازع عليها إلى الغرب من مستعمرة مسكف عام وعند الطرف الشرقي لبلدة العديسي قضاء مرجعيون إجراءات العدو الجديدة تزامنت مع قيام جرافة وحفارة بوكلن بحفر خندق وتسوية الأرض في تلك المنطقة تمهيدا لتركيب البلوكات الإسمنتية لاحقا وتجري هذه الأعمال وسط حماية أمنية من جنود العدو الذين انتشروا في محيط الأشغال وخلف الدشم في وقت انسحبت دبابة الميركافة إلى موقع عسكري قريب وفي الجانب اللبناني انتشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفل الذين وزعوا مركباتهم العسكرية في المنطقة لمراقبة الأشغال الجارية تزامنا انتشر مصلحون من حزب الله في بلدة عيت الشعب إثر شيوع خبر اجتياز مستوطن إسرائيلي الشريطة التقنية ودخوله الأراضي اللبنانية باتجاه البلدة مما دفع دورية من مخابرات الجيش اللبناني إلى التوافض أيضا إلى المنطقة ترجمة نانسي قنقر